السلام عليكم يا شباب قبل كل شيء اضغط لهاك الفيديو واذا ما كنتم اشترف القناة اشترف القناة وفعل زر الجرس اليوم جعب لكم طريقة تحميل وتثبيت جيل بليك بالارين حصريا على الايفون والايباد بطريقة صحيحة ومية بالمية مضمون تثبيت متجر الجيل بليك السيلو او المتجر الثاني لك الشبيه سيديا كيف تثبت جيل بليك بالارين راح بشرح لك بالشكل مفصل طبعا جهازك حتى تعرف جهازك يدعم او لا مثل ما تشوفون هاي صورة كل الاجهزة الايباد والايفون الي يدعم هذا الجيل بليك لو جهازك موجود في القائمة خلاص يدعم هذا الجيل بليك فتابع طريقة تثبيت هذا الجيل بليك باستخدام ويندوز على الايفون والايباد فايل اكي يا شباب رجعت لكم الحين اول شي ادخل في وصف الفيديو راح بتحصل كل شي اللي مذكور في هذا الفيديو تفاصيل كل شي في الديسكريبشن اوكي ادخل الديسكريبشن وحمل هذا الملف بعد ما تحمل الملف اضغط على كليك يمين اضغط على استخراج هنا فك الضغط بعد ما تفك الضغط بيعطيك هذا المجلة تفتح المجلة مثل ما تشوفوا راح بتحصل هذا المحتويات اوكي الحين اول شي لازم تحتاج فلاش يو اس بي اه سوى كان عندك ثلاثة قيقة اربعة قيقة اي اي فلاش يو اس بي ما في فرق اوكي راح نحط راح استخدم هذا الفلاش احطه في الكمبيوتر ويندوز اوكي بعد ما اربط احط فلاش في الفيندوز اوكي نفتح هذا البرنامج كليك يمين تشغيل كمسؤول راح بيفتح لك بهذا الشكل اه اوكي الناس ما تشوفون لو انا استخرجت الفلاش ما تظهر اي شي هنا شوفوا اول ما حط الفلاش راح تظهر الفلاش هنا مثل ما تشوفون اوكي حجم الفلاش الخاص بك بتظهر هنا اوكي الحين كل ما عليك انك تحدد ملف هذا الملف تحطه هنا او تضغط على هذا تروح لهذا المسار او تسحب الملف بهذا الطريقة تحطه هنا تم تحديد الملف خلاص تخلي اعدادات هذا العدادات كلها مثل ما انا حطيت اوكي واضغط على استارت واضغط على اوكي اه طبعا يفضل ان تسوي قبل ما تسوي هذا الخطوات لازم تسوي فورمات للفلاشة حتى تظهر ما يتواجه ما يتداخل الملفات الاخرى مع هذا الملفات اوكي بعد ما تسوي الفورمات تسوي الخطوات هذا وتثبت البلارين نحطه هنا واضغط على استارت اول ما تضغط على استارت انتظر ثواني لين ما يتم تذبيت او حرق الجيل بريك مباشا الى الفلاش اوكي بعد ما تم حرق رح يعاطيكني اضغط على الزر خلاص تم حرق البلارين على الفلاش الحين لازم نقلع على الفلاش لازم ندخل على الفلاش كيف عن طريق البوت مينيو طبعا كيف تعرف الزر يعني كل كمبيوتر وويندوز كل لافتوب وشركة علامة تجارية مثل سوني ديل اتش في كل لافتوب او كمبيوتر علامة تجارية في زر خاص يدخلك في البوت مينيو انا هذا جهاز الكمبيوتر الخاص يدخلي في البوت مينيو وهو اف اصناعش انت تختلف كيف كيف تعرف الزر البوت مينيو الخاص بجهازك طبعا ادخل الديشكيبشن هناك بتحصل الشرح كامل في فيديو السابق شرحت كيف تعرف البوت مينيو الخاص بكمبيوترك واللافتوبك ادخل على ذاك واعرف بوت المينيو ارجع كمل الفيديو اوكي بالنسبة لجهازي هو اف اطنعش اوكي الحيل راح اقلع على البالارين اوكي راح اطفي الكمبيوتر راح اسوي مثلا ريستارت او هيبودين اي اي شيء اطفي الجهاز المهم تطفي الكمبيوتر اوكي تطفي الكامبيوتر لازم تضغط على زر باستمرار بالنسبة للجهاز ورح اضغط باستمرار أول شي اشغل الجهاز بعد ما شغلت الجهاز على طول اضغط على زر باستمرار حتى يدخلني في البوت مينيو مثل ما تشوفون بوت مينيو اوكي مباشرة هذا هو البوت مينيو يعني بتحصل الفلاش الخاص بك مثل ما تشوفون هذا هو اسم الفلاش الخاص بي اوكي راح اضغط على الفلاش لما اضغط على الفلاش مباشرة راح يفتح لي الجيل بريك اه بالارين يعني ما يقول لك مثلا يدعم من ايوس 15 16 17 18 اوكي ننتظر لما يفتح الجهاز اللي يفتح الجيل بريك راح بتحصل هذا الاكواد يقول لك الحين تم دخول في بالارين الحين بامكانك انك تسوي جيل بريك لجهاز الايفون اوكي مثل ما تشوفون الحين كل ما عليك انك تضع وتوصل الكابل الشحن بالكمبيوتر والايفون مباشرة الجهاز راح يتعرف اذا اعطاك كلمة الوثوق اضغط على الوثوق اوكي الحين اذا خلاص تم التوثيق الحين اخرج الكابل وحط المرة ثانية اوكي مثل ما تشوفون الحين تم دخول لك مباشرة لما تخرج الكابل وتحط راح يوديك الى ريكافري موت انتظر ثواني لين ما يدخلك الراكم في ريكافري موت بعد ما يدخلك في ريكافري موت الحين يقول لك هنا مثل ما تشوفون يقول لك اضغط على في تحت هنا تحت مكتوب اضغط على انتر وادخل في دي اف موت اوكي طبعا كيف تدخل في دي اف موت كل هاتف ايفون يعني ايفون من من ايفون لائيفون من ايباد لأيباد اه لتختلف طبعا في رابط في الديسكريبشن ايضا راح تعرف كيف تدخل في الديسكريبشن كيف تدخل في دي اف مود في شكل مفصل شرح في شرحت في فيديو سابق طبعا ادخل فيديو سابق وشوف كيف تدخل في دي اف مود او انك تقرأ هنا في لما تضغط على انتر راح يعطيك ثواني يعني يقول لك اول ما تضغط على انتر من الكيبورد يقول لك امسك امسك زر الباور وخارض الصوت لمدة خمس ثواني اول ما ينتهي خمس ثواني اترك الباور وخليك مستمر في ضر خفز الصوت لمدة عشر ثواني مباشرة راح يثبت الجيل بريك الحين راح بيتطبق الخطوات لاحظوا في الشاشة تحت اول ما اضغط على انتر يقول لي امسك لمدة خمس ثواني زر الباور وخفز الصوت اترك زر الباور بعد بقام ثواني اترك الباور واستمر في الضر خفز الصوت لمدة عشر ثواني مباشرة راح يتم تذبيت خلاص اترك بعد ما ينتهي الثواني انتظر ثواني لما يتم تذبيت الجيل بريك خلاص بحض الطريقة تم تذبيت الجيل بريك لاحظوا اه الحين اذا اذا انتظرت شوي ما 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 جعل لك شي بس اخرج ال هذا اخرج الكابل وحطه مرة ثاني مباشرة راح يكمل ورح يثبت الجيل بريك مباشرة في جهازك الايفون او الايباد الحين راح ننتظر لان ما يتم تذبيت خلاص مثلا ما تشوفون راح يعطيك اوكي مثل ما تشوفون خلاص الحين راح يعيد تشغيل الجهاز وبهذا الطريقة تم تذبيت جيل بريك بلارين بطريقة ناجحة ومضمونة مية بالمية الحين راح تنتظر لان ما يتم تذبيت بلارين خلاص تم تذبيت البلارين الحين خلاص تم تذبيت البلارين بنجاح خلاص هذا الكابل ما تحتاجه الحين اذا تفتح البلارين راح تحصل متجر السيلو والزيبرا اي شيء تثبت المتجر زيبرا والسيلو انا انصحك ان تثبت السيلو اللي هو اكثر حداثة واكثر تطور اوكي راح نضغط على السيلو نضغط على انستار بعد ما تضغط على انستار راح تنتظر ثواني راح يثبت سيلو متجر الجيلبريك بحاظ الطريقة تم تعمل الجيلبريك للجهاز ومبروك عليك متجر سيلو الجيلبريك وبإمكانك تحمل صرصات وادوات مثل فايلزا وادوات احترافية وخرافية وبس يا شباب هذا هو المقطع يا شباب احمشي ادخل الدسكريبشن واضغط لاك الفيديو اذا ما قد ما اشترف القناة اشترف القناة وفح الزرز اي بيطلب منك انك تحط باسفورد فحط اي باسفورد مثلا واحد نين ثلاثة واحد نين ثلاثة حط باسفورد اعادة كتاب باسفورد واحد نين ثلاثة واحد نين ثلاثة واضغط على ست يعني دخول خلاص يعني اضافة وبس يا شباب الحين تنتظر ثواني خلاص تم تثبيت السيلو مبروك عليك لو تفتح الحين راح تضغط على السماع تضغط على موافق خلاص هذا هو الادوات تقدر تبحث عن اداة ومثلا تكتب اسم الاداة راح يعطيك وبس يا شباب هنا تضيف السورسات مثلا ما تشوفون عندك السورسات مضافة من بشكل رسمي وبس يا شباب هذا هو المقطع اذا عجبك المقطع اضغط لاك الفيديو اشترك في القناة اشترك في القناة الثاني اللي هو مهندس ابل عندي قناتين ايفون مهندس ابل مهندس ايفون اشترك في الاثنين فيه شروحات حصرية وبس يا شباب مع السلامة موسيقى